نتكلم على النيني وبعد كده جيمي برضو كان عاوز يتكلم عن النيني طب تعالنا نتكلم عن النيني سريعا النيني مش وقت حقه والنيني خدم النينة من كل الشعب المصري سواء بقى بيحبوا كورة وبيحبوش كورة الناس كان بتنتقد النيني بشكل كبير ولكن اللي النيني عملوا النهاردة أو اللي عملوا في البطولة دي قبل ما نستعرض الحالة بتاعت نيني عاوزين أرقام بتاعته صعب جدا يا كريم النيني السنة دي ملعبش غير ست مباريات فقط لدقايق معدودة مع أرسنل والنهاردة النيني أكتر لعيب في الملعب بيجري وكأنه بيلعب طول السيزون وفت ده اندل على قوة لعيب برا الملعب منت اللي هو عارف كويس جدا وبتصرف ازاي وبتمرن ازاي وبشتغل ازاي وهو ده قيمة محمد النيني لما تلعب ست مرات فقط مع أرسنل وتطلع النهاردة بالقوة البدنية دي والنهاردة بقى النيني مش بيقوم بس بأدوار دفاعية بيقوم أدوار دفاعية وأدوار هجمية بيعمل كل حاجة في الملعب لو الأرقام مش معنا ممكن نستعرض الحالات على طول ما فيش مشاكل أما تيجي تتفرج على النيني الدور النهاردة اللي كان بيعمل وزي ما انت شايف هنا منتخب مصر بيحاول يطلع بالكورة أول ما الكورة تلاقي ابراهيم عادة قطعت منه بص النيني والتخطية اللي دايما بيعملها سواء بقى كأنه بيلعب كاردور ليبرو في وسط الملعب أو بيلعب ليبرو وسط الاتنين مساكين دايما هتلاقي النيني عامل الكوفريتج وعامل التخطية كورة دي أول ما تعدت على طول الراجل كان هيزبق بتاع أدوار دفاع بسكستان على طول النيني بيدخل يستخلص الكورة وبمنطقة سهولة بيقدر أنه يرجع الاستحواس تانية لمنتخب مصر ده تواجد ندين في المنطقة الدفاعية نشوف الحالة اللي بعدها طول أول هيسلم الكورة وهيطلع على طول الكورة لإبراهيم عادل نشوف الكورة اللي بعدها عاوزك تبص دي مرضو كانت هجمة مرتدة على المنتخب مصر بص النيني فينا كريم في نص الملعب الكورة تلعبت هنا للراجل الوينج رايت بتاع أسباكستان نماشي الحالة أول ما الراجل هيستلم الكورة ويزق النيني بعيد كل البعد عن الاتنين اللي عيبة بتوع نص الملعب لأن الكورة على طول متساب لوحده أول ما نكمل الفريم مع بعض الكورة أول ما هتلاعب بالعرض النيني كالعادة بيخش يستخلص الكورة ودي من قوة الكبيرة اللي كانت موجودة عن النيني اللي ناس كانت بتنتقدوا عليها أن الراجل ما بيستخلص الكورة كتير وأنه هو بيحلق بس نشوف الكورة اللي بعدها هنا قطعت من النيني وما كانش فيها فاول الحاكم ما قالش عليها أي حاجة وبعد كده الهجمة الوصل التاني وتحول التاني المنتخب مصر كورة اللي بعدها ما نيجي نتفرج عليها هنا بقى بص النيني هنا بيعمل المسندة الهجومية هنا إبراهيم عادل زنقة كبيرة جدا مساحات مقفولة فمين بيشاور له؟ هشاور له محمد النيني وشحات هيلعب البص لشحاتة الشحاتة من لمسة واحدة هيدي محمد النيني الفيجن اللي عند النيني والهدوء اللي عند النيني والثقة اللي عند النيني بص بقى كريم بص وسط الستة أو سبعة لعيبة هيلعب بص ما بين اللعيبة وفي ظهر الخطوط هيخدها على طول إبراهيم عادل ودي كانت فرصة خطرة جدا جدا فانت بتتكلم على أن الراجل بيعمل كل حاجة موجودة في الملعب طبعا إبراهيم عادل واضح أنه مش بعيد لأنه جاب زي ديف كتير أو في الدورة المصري الفرين بقى اللي بعده والكرة اللي بعدها عشان وريق القوة بتاعت النيني برضو هنا الكرة دي كانت لمنتخب أسباكستان بص النيني متواجد فين نكمل الكرة الراجل هيعدي من كريم الدباس هتتلاقي بالكرة بالعرض والنيني كالعادة هو اللي بيخش يقوم بدور الليبرو أو اللعيب التالت اللي بيلم أو اللي بيقش ورا الناس كلها دي بقى الاجمل اللي كانت بالنسبة لي كانت رائعة كريم هنا قصامة فيصل هياخده الكرة وهيزق نكمل الحالات عاوز أوريك هنا حاجة بص لحظة بس ثقاف هنا أنني مش موجود في الكدر أساسا وهنا اللي بقولك علي وبيلعب في كل حتة في الملعب أول ما قصامة فيصل هياخده الكرة نكمل الفرين معنا أول ما قصامة فيصل هياخده الكرة وهيجي يلعب هيلعب لمين؟ هيلعب لزيزو لما تتلاقي بالباص لزيزو وضعيت زيزو الجسدية صعب ان زيزو يقدر يصوب اول ما زيزو هيستلم الكرة بص هيدي المين هنا مين اللي بقى جاي وبينادي عليه هتلاقي محمد اللي اني هو اللي بينادي عليه وبص على الحاجة الجديدة اللي مش فيناش من اللي اني قبل كده اول ما استلم الكرة لعيب رقم 10 وكان اجمد لعيب في اسباكستان عمل نفسه هيشوت لم الراجل طبعا معمول بلوك استحالة الكرة لو اتشاطت كتطروح الراجل املم الراجل الراجل اللي اتهوش امن اني منزلها تاني ولاعب كرة ببطن رجله كانت رائعة ودي الكرة اللي تقريبا حقت فيه العرضة وان زيزو العكسية بس الاخيرة هوريها لك عشان دوريك بس مهارة الراجل هنا اول مثلا بص هنا هوش الراجل طلعوا برا اللعب تماما زق خطوتين كمان وقام لعب الكرة اللي جات في العرضة فعش كده بقولك انني كان بيعمل كل حاجة في الملعب النهاردة ويستحق انه هياخد حقه ياخد حقه طبعا